تحية طيبة مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستاهله بالعنوين اليوم انتهاء المهلة الدستورية لتقديم الأحزاب والاقتلافات الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة القادمة وستكشف أحزاب عن مرشحها وتحفظ أخرى مراحل وانتاج الطماطم الفصلية بالقسرين جودة ووفرة في الانتاج والفلاح يتذمر من غياب مسالك التوزيع وشواطئ ججيس الشمالية وجهة سياحية متميزة تعرف إقبالا كبيرا وتنتظر حسن التكمين والاستثمار ساعات معدودة تفصل الأحزاب والكتلة والاقتلافات البرلمانية عن تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة القادمة إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور في فصله التاسع والثمانين ولا إن كشف البعض منها عن مرشحيهم فإن بعضا من مكونات الطيف السياسي تواصل التشاور لاختيار الشخصية الأقدر لقيادة المرحلة القادمة على مسافة ساعات من انتهاء الأجال الدستورية لتقديم الأحزاب السياسية والكتل والاقتلافات الحزبية بالبرلمان أسماء مرشحيها لرئيس الجمهورية وفق مقتضيات الفصل التاسع والثمانين من الدستور ما زالت أبرز مكونات الطيف السياسي لم تفصح عن الشخصية الأقدر من منظورها على قيادة التشكيل الحكومي القادم وتواصل مشاوراتها واجتماعاتها في اتجاه تشكيل تحالفات ممكنة تسهل عملية نيل الحكومة القادمة ثقة البرلمان ورغم تداول بعض الأسماء المرشحة للمنصب كفضل عبد الكافية الوزير السابق في حكومة يوسف الشاهد الذي يرشحه حزب قلب تونس ورذا شرف الدين مرشح الكتلة الوطنية فإن رؤساء أحزاب وكتل وإتلافات برلمانية أخرى لم يفسحوا بعد عن مرشحهم ويقولون إن الأمتار الأخيرة من المشاورات كفيلة بكشف الأسماء المقترحة على أن تكون هذه الشخصية نتاج تشارك في الاختيار مع كل من يؤمن بأحكام الدستور والديمقراطية وفق حركة النهضة التي تقول إن من أولويات المرحلة القادمة مكافحة الفساد الكتلة الديمقراطية من جانبها تؤكد أن اجتماعاتها مع كتلتي الإصلاح وتحية تونس ستفرز أسماء مشتركة لمرشحين اثنين على الأقل لتسهيل عملية اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة القادمة من شهة أخرى أعلن اتلاف الكرام أن قرار تكلف رئيس الحكومة القادمة جاهز مجدداً انتقاده لما سماه بالاستشارات الورقية ومؤكداً عدم تقديمه لأي اسم لرئاسة الحكومة القادمة فيما اعتبرت كتلة المستقبل أن اختيار رئيس الحكومة يتطلب توافقاً على أن يؤجل التناحر السياسي الحالي إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وجددت كتلة الدستور الحر تمسكها بعدم المشاركة في هذه الاختيارات ووسط ما شبهه البعض من المتابعين بالأرخبيل السياسي من جهة وتبادل الاتهامات بين عدد من الفاعلين السياسيين من جهة أخرى سيتم الحسم في الشخصية الأقدر على قبول تحدي تكوين تشكيل حكومي في هذه الظرفية التي يتفق الجميع على دقتها في متابعة الوضع الوبائي في تونس أعلنت وزارة الصحة في بلاغها اليومي أنه تم بتاريخ الثاني والعشرين من جوليا إجراء تسعمائة وخمسة وأربعين تحليلا مخبريا من بينها ثلاثون تحليلا في طار متابعة المرضى السابقين وقد تم تسجيل ثمانية عشر تحليلا إيجابيا من بينها اثنتين عشر حالة إصابة جديدة وافدة وستة تحليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس ليصبح بذلك العدد الجملي للمصابين بعد التثبت من المعطية وتحينها ألفا وأربعمائة وستة حالات مؤكدة منها ألف ومائة وثمانية عشر حالة شفاء وخمسون حالة وفاة ومائتين وثمانية وثلاثون حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها خمس حالات وقع التكفل بها في المستشفى وفي معتمدية بالخير من ولاية قفصة أنشأت جمعية بخير لجمعية بالخير للمحافظة على التراث عيادة افتراضية مثلت فرصة للحرفيات الريفيات للتخاطب مع الطبيب عبر تطبيقة بخير حرفيات الريفيات من معتمدية بالخير يصعب عليهن التنقل للعلاج زرهن المشروع الوطني صحتي لتقديم الإحاطة الصحية بالمنزل وإدراجهن ضمن منظومة تسهل الاتصال بهن عند الضرورة أو عند فرض الحجر الصحية جاءتنا الفكرة في الperiod متاع الكورونا حبينا نعاون لنساء الحرفيات بش نجم يوصل لهم الطبيب بانسور الدستانس هي البط المتاع الابليكاسين انه نجم نسور كونسولتاشين الدستانس اللي هي تلي كونسولتاشيون خدمنا الابليكاسين بدي تكنولوجي بيان ديفلوبي وافانسة بش نجم نوصلو حتى بش نجم ونوصلو حتى بش نجمو نوصلو لالبجكتيف متاعنا حتى في لازون رغال وما فيهمش برشا كوفيرتوريازو نجمو نتحصلو على الطبيب مشروع هو مشروع نموذجي بدنا بمع تمديد بالخير لأنها موجود فيها أكثر حرفيات استهدافناها مباشرة فريق طبي يخرج لعين المكان وفريق طبي موجود في المستشفى للتواصل مباشرة مع المرضى وتحديد الحاجات النجمة نعونوهم بها تطبيقة بخير لجمعية بالخير للمحافظة على التراث أنشأت عيادة افتراضية منحت الحرفيات فرصة التخاتب مع الطبيب عن بعد هدف الأول والأخير أنه في صورة ما الله يقدر فهم أمراض كما هي ويقع حجر صحة كل شيء نحن نصل للمريض بطريقتنا اللي هي العيادة عن بعد باش المريض ما يخرج من دارة وحنا في نفس الوقت ما نخسر شكل المريض المزمن بالدم والسكر خاصة الحمد لله عدها يا ربي أعطانا طبيب وعطانا ما تابع طبيب وقسونا الدم وقسو السكر والحمد لله وقسونا نظر وقسو كل شيء حسد حاجة به قسونا الدم وقسونا السكر صحتي مشروع نموذجي هو الأول على مستوى الجهوي والوطني يستهدف مئات حرافية ضمن خطة لنعاش قطاع الصناعات التقليدية بمعتمدية بالخيرة في الجسرين وعلى مساحة 700 هكتار يتوزع عدد من العمال بأعمار مختلفة للعمل بحقول الطماطم بحثا عن قوت يومهم نشاط تجميع الطماطم لا يخلو من الأشكاليات التي تتلخص في غلاء تكلفة الإنتاج وصعوبة الترويج عمال اختلفت أجمارهم انتشروا منذ ساعات الصباح الأولى بحقول الطماطم للبحث عن قوت يومهم بين حقول ممتدة على 700 هكتار مساحات شاسعة تنغمس بين مخاطر جوفها الأيادية لجني الطماطم هناك قساتين ونصف تعليل نحضروا الواح نجينا الكرابة نجيوه نخدمه نصوره في 10.000 فرنج الواحدي خلص منه 300.000 فرنج نقطع في جيج الطماطم بـ 300.000 فرنج والفلاح يبيع فيه 180 فرنج وقوتك في الطماطم هذه فهل الفيع فهل احنيش وفهل الدواري حتى الدواري خائبة تقدر اشترنا عنده الحساسية وحتى الفلاح يعاني والخدام يعاني لأن كل شيء لا مزوط صد الكراحبي يجي تطيح تقولوا نقص لي في الركوب مسكين حتى هو يمزوط بـ 31 أو 32 تصد للفلاح مسكين ثاني حتى هو يعاني معناها من الدوار للفلاحة للمال معناها ليس خالص طماطم فصلية بلغ معدل انتاجها الـ 40.000 طن تتميز بجودتها العالية وإقبال الفلاحة على انتاجها ولكن مراحل انتاجها وجنها وتوزيعها لا تخلو من صعوبات كثيرة لعل أهمها سوء مسالك التوزيع والاستغلال المفرد من قبل المحولين عام الخمسة كثيرة طماطم يعني فزدت لي يعني ما عمل بيش تهزها ما بيش ترفعها على خاطر سناء عام يعني خصيص طقص وكذلك حضرت الكلمة بعضها سلعتنا هي مطيشة هناكينا بحاجة عننا مسالك توزيع والاستغلال استغلال فيه حش نحنا عاننا هناكينا في ولاية القصرين لماذا يكون عامل في نيبل لماذا يجيش عن هناكينا في القصرين يأخذ مطماطم وساعة ساعة مساكن يجوه الخدمة الصباح بكريكيهاكي توصلك الأربعة متاع الصباح لهنا يجيش مدقيش كمية عليها كميون ما جيش خاطر ما عندوش طريق يدخل يلقى طريقة مكسرة وحاجرة يقول لك أخينا يسميه متعمية خمسين وميرستين مليون بشوت ربيل هناكينا يساعدنيش مطماطم هو معناها مهلاساف معناش نحنا معامل متاع تحويل في الولاية أقرب متاع تحويل هو في بوزيد ولا في دهماني ثم شوية مبادرات على المستوى الخاص في مراكب معناها معامل متاع تحويل ولانا ما زالت شوية معناها على مستوى التمويل ولا مستوى شوية أشكاليات ما تركزتش فعلا ومع بداية شهر سبتمبر المقبل سيتحولون العاملون والعاملات في القطاع الفلاحية على متن شاحنات كهذه وعلى ذات المسالك الوعرة إلى حقول الطماطم الفصلية المتأخرة الممتدة على مساحاتنا تتجاوز الألفي هكتار رغم توفر عدد كبير من الأضاحي في المنستير فأن الإقبال على الساحات الموسمية لبيع الأضاحي يعتبر ضعيفا بسبب ارتفاع الأسعار مربو الأغنام يرجعون ذلك لارتفاع أسعار العلاف واقتنائها من السوق السوداء باعة منتصبون وعربات وخيام وثغاء خرفان وإقبال يكاد يكون منعدما بسبب ارتفاع الأسعار ذاك مشهد ساحات موسمية لبيع أضاحي العيد بوسط مدينة جمال من ولاية المنستير في حين يرى بعض المقبلين على اقتناء خروف العيد أن البيع بالميزان هو الحل للتصدي ليلهي بالأسعار أنا جيت النقطة دي باش ناخوه علوشي تعالعيد باش ما نمشيش للسوق باش ما نغشونيش خاطر ما أنا هنا بالكيلو وأنا قدام كل شيء خوني البسكولة ما نغشك حدا أخويا تاخو حقك ومريقل والله ما صليعني بي وعلوشي نهار الحاجة نجي نهزه ليلة العيد نهز علوشي ذرير يات شيخها ليه ونهار العيد بعد صلاة العيد ومن جهتهم يعزم رب الأغنام ارتفاع أسعار الخرفان إلى مضاعفة أسعار الأعلاف بالسوق السوداء بستمائة وستمائة وخمسين وبسبعة ماتالف الزوالي أحلال شبش يجري تبدأ عندك ميات علوش ولمائة وخمسين علوش يعطيه كرباش كارسة داري تقولي بيضاعمه دعمه نعرفه ما أنا شر ساعات شر على شر تالف خمس ملايين واربا ملايين بلا بيع دي ما ما نخلصش تقوى عالوش رباهي قد البونية تحت أمو بتذين وخمسين دينار بربع مدل قلت بيش بيعوني بعد ثمانية شهور بعد سبع شهور عالو حتى الفلاح يحليله ورق الشهر يحليله مشكل الوكال يحليله الناس كلهم مستغلاته شوية فعنا تكاليف كبير تكاليف لأنه ناخده كل شي من شنوار العالفة من شنوار ديني كل من شنوار فهمتين أنا ترنات شعير وستمائة دينار هي حصة ولاية المسير تقريبا في حدود 1100-1150 ترناطا لكن هذه معناتها لأننا اللبي والحاجية لولاية المسير يزمنها 1600 نظرا لكثرة التشكيات والتضمرات متاع الفلاحة حان شاء الله بحولنا مشروع بعث شركة تعاونية جيهوية معناتها بشتتكفل بكل ما هو نشاط فلاحي بما فيها توزيع الموعد العالفية أسعار قد تجبل المستهلك على التدايوني بعد أن تحولت سنة الذبائح إلى عادة من عادات العائلة التونسية استجابة لرغبة أطفالهم يواجه أداء المجلس البلدي بالعين البيضة من ولاية القيروان بانتقادات كبيرة من قبل المتساكنين الذين يطالبون بتلاف النقائص وإيجاد الحلول فيما يؤكد المجلس البلدي أن نقص الموارد من أهم الاشكاليات التي تعيق عملهم جملة من الانتقادات وجهها متساكنون منطقة العين البيضة لأداء المجلس البلدي الذي عجز حسب قولهم عن تحقيق طموحاتهم التي تبدو كبيرتا نقايص بقولها نقايص مرينة فيها حتشي نحن من اللي تولت البلدية اللي عمل بين اجتماع لعاية المواطن لفما حتى أشكاليات حاولتوا أنتم تحضروا الزلسات وفما زلسات حتى إذا كان فما زلسات زلسات مغلق يعملها الأرواح ما فيما حتى إذا نسيت بالنسبة لنا ما رسلت التنوير ذاك ما اللي تعمل من اللو التنوير ذاك ما زلت حتى شاي البلدية بالنسبة لحاويات الحاويات منتاع البلدية تنقاع عن نسيت ريتو جبل ذاك في حاويات ونحن هايد شر لأنه كنت يكونوا مباتل على البلدية ما عدناش حاويات ماذا حتى رقابة الناس كل تتبيعنا في مملكة الدولة وماذا نعم شي ما تكريهنا تبيعنا علش تقول المياه بالنسبة للمياه المياه سينا هاجنش كاليا نحن المياه طاقة ما مش قص علينا بالنسبة لبلدية العين البلدية هي بلدية محدثة البلديات المحدثة د 위한 دولة نحن نطالب الدولة أنه في إقرار أنه جيل منطقة يقع إقرارها كبلدية نعرف اليوم أنه في قانون الجماعات المحلية أنه الموارد البلدية تكون موارد محلية إذا اليوم يقع إقرار من بلدية المنطقة العين البيدة كبلدية على أي أساس بسر تكز الموارد متاح رئيس البلدية تحدث عن ضعف الميزانية وكذلك شح الموارد التي تقف حاجزا أمام طموحات البلدية وطموحات المواطنين كما بينا أن هناك جملة من العراقيل الأخرى التي تكبل عمل المجلس البلدي بلدية ميزانية متواضعة تقريبا البلدية الوحيدة في 19 بلدية تفتقر الموارد نحن نتوقع في إطار تعبيد 3 كم على ميزانية البلدية في عمادات مختلفة بجانب طبيعة الحالة التنوير العمومي اللي قمنا بها على الطريق الرئيسي حتى أنه عندنا مصالح إدارية مع أن يلزمنا تتمطع بالتنوير هذه ثم كذلك أحدى العمادات الأخرى لمعانا وتمثل بلدية العين البيضة واحدة من البلديات المحدثة والتي تشارك مع غيرها في شح الإمكانات المادية وشرعت بلدية المونستير في تنفيذ مشاريع القربة الخاصة بالميزانية التشاركية لسنة 18 والفين وتحديدا تعبد عدد من الطرقات داخل الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة مشاريع قوبلت بارتياح كبير من الأهل هو نفس الشعور الذي تقاسبه معها متساكن الأحياء المستفيدة من مشروع التعبيد المتصل بالميزانية التشاركية لسنة 18 والفين كانت حالة الحومة حالة حليلة معناها اللي جي متعدي ساعات بالله نعثر بشنطيحة كرامية تتكسر بالحفر تكسر الكيس والمي يركح حالة ما تصلح طول حمد لله رب العالمين واللينا في نعمة كينا زربيا مفرشة بل جي بمقاضية من السوق والحاجة تكسيمة يدخلكش في الحومة قطر برشح فر برشح فر برشة رافمني ترسيك تعالى ساقيك لتوصل الدار تاوى الحمد لله نحن اليوم ننجز في مشروع تعبيد طرقات لسنة 2018 المشروع قيمته 600 ألف دينار يهم تعبيد أكثر من 20 ألف متر مربع بالخراسين الأسفلتية في ثلاثة أحياء بالمدينة حي صاح جيبر حي البستين ونحن ويقفين وحي الفوس مشاريع قرب حذيت بمتابعة المجتمع المدني الحريسي على استكمالها في أقرب وقت ممكن المجتمع المدني والمتساكنين كانوا هم اللي برمجوا الطرقات اللي بيش تتعبد هذا زاد فما برنامج في 2019 زاد كيف كيف بيش يكون المتابعة بتاعه ومشاء الله هذا يكون بادرة للمدينة المستيرو يكونوا المواطنين زادوا وعين أكثر بالمشروع هذا اللي تم إنجازه ولي بش يتم إنجازه في المراحل الأخرى إن شاء الله يكونوا وعين ونصحب ذواليه بخلايف المشاريع هذه التشاركية فما مشاريع أدرجت على أساس أنهي مشاريع إدارية منها تهيئة أزقة بربط بقيمة 100 ألف دينار هذا في إطار معناها تكملة للمجهود متاع مواطنين في تزوية الجدران بلدية دخلت طابلية متاع الأزقة فما عنا تشكيات كبيرة في حي السلام تشكيات هذه البلدية والتي نسقط مع ولاية المونستير بش أعطتنا اعتمادات تقدر بـ 250 ألف دينار وينتظر أن تشرع بلدية المونستير قريبا في تعبيد جزء إنهام من حي السلام الذي لا يزال يشكو من اهتراء طرقاته وتلفها بفعل السيول الجارفة وأشغال الحفر المتواصلة معتمدية جزيسة الشمالية من ولاية مدنين لها من الشواطئ المتميزة ما يجعلها وجهة سياحية محبذة لكن غياب مثال تهيئة خاصة لشواطئ سانجو وحسج جربي يجعل مسألة استغلالها مرتبطا بإعطاء صلط المعنية إشارة انطلاق مشروع تهيئتها وزير السياحة والصناعة التقليدية وفي زيارته مؤخرا إلى الولاي يشدد على أهمية هذه المشاريع لدفع القطاع السياحي في معتمدية جرجيسة الشمالية شواطئ منطقة سانجو وحسج جربي تعد واحدة من أجمل الشواطئ وأنظفها بلجها بقيت إلى حد اللحظة دون استغلال وتثمين حقيقي رغم ما تشهده من إقبال منقطع نظير من قبل المصطفين والسياح الزائرين للمنطقة لنقائص متعددة تهم خاصة غياب مثال التهيئة الترابية والعمرانية بهذه المنطقة واحدة من أرواع المناطق في جرجيسة الشمالية شاطئ اللوماريت كما نقوله حنيل اللي هو يتميز بخصائص عدة كما نشوف البحر من أرواع ما فما أماما لغزمو نقص برشة تهيئة ونقص لا من أجمو من تنوير من إعادة تهيئة اللي هو بالحق نجم يكون بول دات راكسون طريق يمشي من القنطرة حتى معناها الكاشلة متع زرزيس يمشي على البحرة ذاك وكلاسيس السندسات يسموه معناها التوم التوبيه وإن شاء الله يتحل يوما ما إذا تحل ذاك تولي عندنا منطقة سياحية كبيرة ياسر بلدية جرجيسة الشمالية وفي مبادرة لتثمين واستغلال هذه المنطقة بعثت مشروع لتهيئة الفسحة الشاطئية بمنطقة سانجو باعتمادات تفوق الثمانمائة ألف دينارة نسبة للمشروع هذا يتكون من ثلاثة أقصات زوز أقصات ترسيف وتنوير الطريق السياحية وقص تهيئة الفسحة الشاطئية أماريت الفسحة هذه كما ترى تقع ما بين زوز نزل الفسحة كبيرة يرتدها المصطفين من جرجيس من ولاية مدنين وولاية تطوين وماملة توريس معناها يترنجيجوا مضابينا نخدموا على تهيتها نحاول ندرجوها في معناها أولويات والأهمية التي تعطيها وزارة سياحة لتنشيط بطبيعة الحالة الأماكن التي عندها رونق وجودنا لهنا اليوم مع سيدة رئيسة البلدية ما قصرتش اللي عملت مجهود كبير كنا نشوفه طوال حالة كيفاش كان تقبله وكيفاش ولات اليوم فهم مجهود كبير البلدية يعطيها الصحة والمشروع ذلك وزارة سياحة دعمته مبلغ محترم جدا 800 ألف دينار إن شاء الله نجيوا بعد مدة نلقوا الأمور تطورت وتحسنت الماء أحسن شواطئ سانجو والماريت وحيس الجربي ووحاتها الجميلة مناطق طبيعية إيكولوجية على ساحل المتوسط تنتظر التثمين والاستغلال الأفضل حتى تكون وجهة سياحية مميزة ختم النشر هذا تذكير بالعنوين اليوم انتهاء المهلة الدستورية لتقديم الأحزاب والاقتلافات الشخصية الأقدار لتشكيل الحكومة القادمة وسط كشف أحزاب عن مرشحها وتحفظ أخرى مراحل انتاج الطماطم الفصلية بالقسرين جودة ووفرة في الانتاج والفلاح يتذمر من غياب مسالك التوزيع شواطئ الجلسة الشمالية وجهة سياحية متميزة تعرف اقبالا كبيرا وتنتظر حسن التثمين والاستثمار كالعادة بإمكانكم متابعة هذه نشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية في يمان الله اشتركوا في القناة